اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ثقافة اسعد اليوم باستضافة احد رموز اسم الطرب الاندلسي في العالم العربي خارج الحدود المغربية كذلك انه المنشد المغربي حاج محمد بجتوب حاج محمد اهلا بك شكرا لحضرك معنا شكرا جدي انا جديد سعيد باش نكون في هذا البلاتو شكرا لطالة مشتقة نشارك فيه انت دخلت عالم الطرب الاندلسي وعالم الالة عبر الزوايا والاضرحة كان ذلك في مدينة اسفي حدثنا عن البداية هي بداية لم اكن اتوقع انه يوم ما نكون ولكن شاءت الاقدار هي انه نكون في هذا الميدان هذا اللي هو بديته بطبع الحال منذ الصغار سني بطبع انه العائلة كانت محافظة وعائلة كانت الدينية بطبع الحال كجميع العائلات وكنت دائما ملازم للواليد اللي كان بطبع الحال يوم الجمعات تمشو الزاوية وفاته اني تم خطط عن هذه القضية هذه لقاءات روحية اللي من بعد منها عندي واحد الاهتمام واحد شوق وهذا الميدان هذا وبالتالي الموسيقى الميدان الروحية باش المرحلة الاولى هي كانت مرحلة ديت حفظ الأمداح النبوية كبرضا والمزياء ومستعملات وبالتالي من خلال لقاءتي مع أستيدا عظام معروفة في المغرب بانترقوله فيما بعد هادوك الناس تستطعت من خلالهم هي النفدة اللي طلت بها على الميدان الروحي وعلى الميدان الصوفي واللي أنا لحد الان وانا فيه وأمارسوا فيه والحمد لله في الثمانينات سهمت شخصيا مع زملائكة في تأسيس جمعية السماع والمديح بأسفي والتي ضمت مجموعة من المنشدين لماذا إنشاء هذه الجمعية؟ وأولا بعدها مصرور جدني عندك المعلومات بطبيعة الحال أني حاولت أنه نعمل جمعية ديت المديح والسماع في مدينة أسفي وتحمل اسم هادوك المؤسس أو التكشيخ القطور ببني الموجودة وحقيقة انطلقنا وكانت فكرة ممتازة جدا وعطت العقل ديالها وبالتالي يعني بتقطعها في ديما مشكلة مشكلة يعني مادي كده غاليناه لا بدأ خسك من التأطير ومن وسائل باش يمكن فا استافدنا منها واربحنا منها أنه كانت واحد كانت واحد الخلف اللي وتقولناه الجمعية دامتك تقتل من ست سنين واسبعة سنين وهذه السبعة سنين اعطت واحد لأوكل ديالها اللي هو الحمد لله لان كانت واحدة مجموعة مهمة كلها كانت تربط في أحضان تلك الجمعية السابقة تنتقل من أسفي إلى سلا مدينة سلا المغربية جنب الرباط وهذه كانت مرحلة مهمة في مسيرتك الفنية مرحلة مهمة وقعت الزبالي لأنه في إطار ذلك اللقاءات الروحية اللي كان في الزاوية كان تيجي واحد الأستاذ كان تيجي تقريبا سنويا اللي هو المرحوم الشيخ سيدي سعيد القديري اللي هو يأتي يجي بتنحفظه عليه من جديد أنه كان أستاذ كان مهم في الساحة الفنية في المغرب وبتنح سلا وقال يقول لي أنه قد ما أهتحت لك الفرصة أنا مرحبا بك سلا فبدأت أن انتقلت عندهم مدينة سلا تمشي بستمرار وكانت فاتحت خير على لي لأنه رحمه الله من المقصص معي لأنه قدم لي الناس وحفظت مسائل مهمة في سلا وقعت دائما دائما مدينة سلا في قلبي تلك النقطة البيضاء في حياتي لماذا؟ لأنه أول اكتسبت واحد جريبة واحد شهرة في مدينة سلا وبالتالي كان هو السبب في قال لي الآن أنا المهمة دي اللي معك انتهت غادي أحيلك على أستاذي الآخر رحمه الله والحاجد ريس بجلول اللي هو احتضني بتليه وبتليه واللي قدم لي الحاجة بالكريم الرئيس بالكريم الرئيس وهو رئيسه جوق البرهي هو رئيس جوق البرهي قضيت معاه تقريبا أربع عين سنة من أقطاب بطبيعة المصير الأندلسية بالفعل رغم كل هذا النجاح في سلا يعود الحاجب بجدوب إلى أسفي بعد ذلك ويتخصص فقط للإبداع وللميدان الفني هل كانت هذا القرار الذي تتخذه لكي تبقى فقط في ميدان الفن كان صعب للاتخاذ في هذه الفترة؟ هي غير لي وانا سبحان الله أنا في حياتي مع مالما كنت أطمح أن أكون متخصص أو أو أعتبر أنني صوت جميل أو أعتبر أن أضفت شيء أن الموسيقى لا كنت أحب هذا اللون من الفن وأطعطه بكليتي بدون النظر هل أنا أنا شيء فيه حتى الناس فيما بعد ظنوا أنه ربما أنا ممتع المونشيد أو كذا ولكن لحد الآن أنا في خدمتي هذا الفن وأحبه وأنا في رحابه هذا دائما هذا ولا منهج دين وربما حب فإذا قلت شيء حاجاتي رغيب بفضل منك وحب الجمهور كذلك حاجب وحب الجمهور والذي يعترف لك بطبيعة حال بهذا التاريخ طاب الأندلوسي معروف بطابع فني طابع ديني صوفي وعبق تاريخي كذلك كيف ترى أنت اليوم المساحة التي أفسحت لهذا الترب في المغرب هي منذ زمان وعنده مساحة وعنده محبين وعنده حالات خاصة كان بعد المواسم التي يكون فيها فطور كان بالنفوزين يكون فيها حل انطلاقة من جديد أو نفس جديد من جملةها ظهور عبد البديب لقدام يعني ظهور من جملة هذه المساحات هذا الفطور لشاءة الأقدار باش نكون فيها وبالتالي هي لله سباب أرضية صلبة وعلى أن نكون في حضرات أو بجانب أستاذ عظيم حجر كيم الرئيس اللي رحمه الله أفسح لي مجال وأعطاني واحد نعمل الحرية في التصرف في فني فقط بدون زيادتي ولا نقصان وهذا أنا تريد أن تنتبه سيتك على أنه كان هناك بعض ناس كان بعض يقولون أنه بجتوب ما لون ولكن أنا متمسك بمذهبي وبنظريتي في هذا الفن والحمد لله الآن الآن بدأت على أن السيد كان غادي في الاتجاهة الصحيح والحمد لله نتمنى إن شاء الله نكملوا ما تبقى في هذا المشوار على خير نتمنى إن شاء الله نحاول أن ننظيفه لكما يوضاف لهذا وذلك من خلال من خلال الأبناء ديوننا الروحينين في هذه المدانات بالفعل يعني هناك ودى نسألك كذلك عن الترب الأندلوسي ليس خاص بفئة كل المغاربة تعوذوا في ذكريتهم سواء صغار أو كبار على وجود الترب الأندلوسي سواء في القنوات الوطنية أو في الصهرات في الحفلات إلى غير ذلك لكن هل تعتقد أنه من الممكن تطويره أكثر أو تطوير على الأقل كيفية تلقي الجمهور لهذا الترب؟ ولا يخاف على الترب ككل لأنه لدينا قاعدة أرضية صلبة وهي الشباب الشباب يقولون أنه موسيقى دية المواسيم وموسيقى دية الأعيام وموسيقى دية الوريكيل لا لأنه نحن خاصة نجدهده أكثر في تقديمها في طبقين راقين جداً ليمكن يكون هذا الإقبال واللي أنا مصرور به من طرف الشباب يكون أكثر مع هدايا والله الحمدية موجودة غير ما يبقى سيقتصر على الموسمية أه ممتلاً أنا أنا أحب أنه يكون وقت خاص يومي ولو خمسة دقائق ولو عشر دقائق بجي قادمة ذاك الاتصال مربوط ما بين ما بين ما بين ما بين هاد القاعدة اللي قتلك دي الشابة وما بين وما بين هاد الفن وإلا في أولا فهو بخياركين وناس أنا أنتي بدو واحد من جود على العفاظ عليه وكذا وأكبر دليل عاد القضية دية الشباب اللي قلتلك وهو إنه الجوق الذي أعمل فيه الآن وأمارس فيه هو جوق شباب شباب الأندلس نعم إنه هذا الجوق اللي هو تترأسه الأخ والصديق والحبيب دي لوسيد محمد أميد بي إنه هالجوق هذا هو أكلة وعني شاهية أنا تنتمي لأنه كل شي شاب كل شي إطار لا للمديات فقط للفن وأنا أحييهم من هذا المحل هذا تنحيهم وتنتمي لهم مزيد من تألوق ومزيد من العمل الصالح لأنه ما قصروا وهذه 25 أو 30 سنة ومتين مارسو فأقول لهم نزيدوا رحنا بسادة إن شاء الله إن شاء الله نظر في إمكانيات إضافة بعض الصناعي المهمة وبعض الساعات من طراب أندلسي تتميمن للأنطولوجيا إن شاء الله نعم في توتيق هذا في توتيق هذه إنه هناك بعض الصناعي لم تسجل حقيقة ما هو موجود الآن هذا المعين ومفروق منه ولكن هناك ما يمثل أن يضاف أقول أنه نسجل هذا شيء ما حد باقي الوقت كان عندنا تقرير حد 25 أو 30 ساعة دي لطراب وقد نحاول إن شاء الله أن تصل بالمسؤولين ونتمنى أن تسمع وزارة أثقاف المغربية وإن شاء الله أنا أعلى وشك إن شاء الله لاتصال بالسيد الوزير ونعرض عليها المشروع واللي هو أنمتيق يقين تام على أنه غدي يتقبل معندي هذه الفكرة وغدي يساعدني عليها سوف أطلب منك في نهاية هذه الحلقة أمامنا دقيقتان أن نختم بصوت الحاج بجدور وسيكون هذا الختام مسك وسيكون أحضر ختام لهذه الحلقة إنه غادي نقل بعجالة هنقول هذا البيت الشعري غادي نقوله هنقوله على مدينة أسافي إنه مدينة أسافي تطبيت فيها وتزد فيها دمتي ملعش باش نقول عليها واحد البيت مغنى وما أسفي عليك ولكن أسفي على من لم يظر مثواكي ولكن أسفي على من لم يظر مثواكي وما أسفي عليك ولكن أسفي على من لم يظر مثواكي أحسن دعوة لزيارة مدينة أسفي أنا جيد سعيد بدلقاء لقال ما تمنيته شكرا لك شكرا لك بجيد لك من توفق إن شاء الله شكرا لك لحضرك معنا أشكركم كذلك مرشاهدين جزيلة شكر لمتابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من برنامج ثقافة ابقوا معنا على فرانس بندكات خلال اللقاء اشتركوا في القناة